مساء الخير وأهلا بكم حلقة جديدة حلقة نهاية الإسبوع وكلمة أخيرة ما زالت ردود الأفعال الإيجابية تتوالى بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة مع الإمارات أو مع إيدي كيو الإماراتية ونقول لكم عدد من ردود الأفعال الإيجابية المهمة أولا منذ قليل كانت هناك تصريحات لكريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي قالت في تصريحات لرويترز أن الاستثمار الإماراتي الضخم يعد علامة إيجابية للغاية بالنسبة لمصر وإن استقرار مصر مهم للشرق الأوسط بأسره وليس بالنسبة لمصر فقط جورجيفا قالت في تصريحاتها أنه قد تم حل كل القضايا الأساسية في مراجعة الصندوق وتوقعت الانتهاء من الاتفاق مع مصر في غضون أسابيع قليلة ده أول رد فعل من صندوق النقد الدولي على لسان كريستالينا جورجيفا كان في تعليق آخر لجهاد عزعور أظن حين قال أنه لا علاقة لنا بالاتفاق الإماراتي ولكن ده أول رد فعل إيجابي لا علاقة للصندوق يعني ولكن هذا أول رد فعل إيجابي جدا من جورجيفا فيما يتعلق بما أسمته بالاستثمار الإماراتي الضخم الذي قالت أنه إيجابي للغاية ومهم للغاية خلونا نشوف مؤشرات أخرى الحياة فيه مؤشرات إيجابية أخرى السوق كله في حالة تفاؤل وفي حالة انتظار انتظار لتنفيذ الصفقة وانتظار أيضا لتنفيذ المركزي واستخدامه آلياته لضبط سعر الصرف أيما كان هذا بتخفيض بتعويم أيما كانت آلياته بتدبير عملة في النهاية إحنا منتظرين تحرك للمركزي لكن على جانب إيجابي آخر السندات المصرية سواء باليوروبوند أو السندات الدولارية في الخارج الحياة بتشهد تحسن ملحوظ أي حد من الاقتصادين سمعني دلوقتي أو من من يتعاملون بالسندات الدولية يعرف جيدا أنه السندات قيمتها بتزيد وحنشرح لكم يعني إيه قيمتها بتزيد ولكن السندات بقت فيه ارتفاع كبير جدا في الأيام القادمة وأنا الماضية كنا منتظرين مبارح السوق يفتح يوم الاتنين والنهاردة كمان إحنا شايفين من قبل حتى الإعلان عن الصفقة مع الأخبار حول الصفقة كنا بتدينا نشوف تحسن في أداء هذه السندات وابتدينا نشوف ارتفاع وابتدي بنشوف أعلى نقطة ارتفاع للسندات الدولية منذ عام أعلى نقطة ارتفاع للسندات الدولية المصرية منذ عام هذا دليل ثقة من السوق ودليل ثقة من المستثمر الأجنبي مصر طول عمرها ملتزمة بسداد مديونيتها والسندات جزء من المديونات المصرية وكان فيه قرار مصري أعلن واضح نحن لن نخفق في السداد المديونيات حتى قبل صفقة الإمارات حتى قبل صفقة اي دي كيو فكان ابتدت الثقة مع هذه التصريحات وإن الأولوية عندنا هي سداد المديونيات فبدأت التصريحات دي تعيد الثقة لسوق السندات الدولية فشوفنا تحسن ابتدى قبل الصفقة لكن مع تواتر الإعلانات عن الصفقة ومع الإعلان عنها الحقيقة أنه احنا شفنا النهاردة بنشوف أعلى نقطة ارتفاع للسندات الدولية منذ عام ودي كلها آثار إيجابية السوق كله في انتظار في انتظار التنفيذ وتنفيذ الصفقة وفي انتظار تحرك المركزي